بكم في حلقة جديدة من مدرسة على الهوى النهاردة ياولاد هنكلم سنة ثالثة بإذن الله هنتكلم معاهم شعب التسويق شعب التسويق هنكلمكم في المحاسبة شركات مساهمة هنكمل الحلقات اللي ابتدناها مع بعضين فاكرين خدنا لحد فين ياولاد؟ أيوان افتكر مع بعضين خدنا الاكتفل أسهم مرة واحدة أيوان لما يكون في مؤسسين بكونا بنعمل قدين نرجع مع بعضين بقى أول الحلقة كده هنقول من البنك للمؤسسين ومن المؤسسين لرأس المال عندما نرجع تاني نقول من البنك للمؤسسين ومن المؤسسين لرأس المال طبا احنا هنا تعلمنا إزاي نجيب عدد الأسهم لما نقسم رأس المال على قيمة لإيه؟ ونشوف المؤسسين ياخدو كامل والمكتبين ياخدو كامل برافو عليكم طيب دخلنا الحلقة اللي بعديها لما كنا بنسدد على اقصاد قلنا عندنا اول قسط اسمه قسط الاجتتاب القسط التاني اسمه قسط التخصيص القسط التالت اسمه قسط اول ممكن يبقى قسط تاني قسط اخير او ممكن نقولي قسط اول واخير اتفقنا كل قسط ليكم قدي اولاد برافو عليكم قدينا طب نقولهم مع بعضينا كده احنا بنراجع ايوة من البنك لقسط الاجتتاب بعد كده من قسط الاجتتاب لرأس المال طب لو في مكتتبين هنعمل تاني يلا من البنك القسط الاجتتاب ومن قسط الاجتتاب لرأس المال وخدنا رد الايه الزيادة هنقول من قسط الاجتتاب للبنك قسط التخصيص من قسط التخصيص لرأس المال ومن البنك القسط تخصيص قسط اول واخير لرأس المال ومن البنك القسط اول واخير وخدنا الحلقتين اللي فاتوا لو تلاحظوا معايا خدنا حاجة اسمها تأخر مساهم وخدنا مع السادات ومع البيع وعملنا كل قيود السادات وكل قيود البيع لو حد فاته حلقة يرجع ليها على صفحة البرنامج على البرامج التعليمية بتاعتنا يدرسها واحدة واحدة هيفهمها طب حلقة النهاردة هنتكلم عن ايه بقى اولاد؟ هنتكلم عن مصاريف الاصدار ومصاريف التأسيس ورسوم الاصدار يبقى نتكلم عن ايه؟ مصاريف التأسيس وحاجة اسمها رسوم الاصدار او مصاريف الاصدار ايه بقى مصاريف التأسيس دي اي شركة يا ولاد قبل ما بتتكون بتعمل ابحاث عن الشركة بتجيب استشارات فنية كلها دي مصاريف بتتفح بتجيب الاسهم وتروح تتبحها شهادات الاسهم وتتبحها بتجيب خبرات ناس قبل كده تشتري تمن الخبرات دي كلها تعمل دراسات فنية كل دي بنسميها مصاريف تأسيس مصاريف ايه تأسيس طب مصاريف التأسيس هيكون لها كم قيد هيكون لها تلات قيود عايزين نفهمه من نهاردة في الحلقة ونطلع من الحلقة فاهمينه ومحافظينه ومية مين يبقى مصاريف التأسيس هيكون لها كم قيد تلاتة طيب ايه رسوم الاسدار دي بقى رسوم الاسدار دي جزء هتتدفع زيادة عن الكيمة الاسمية عشان تعود مصاريف التأسيس يبقى رسوم الاسدار دي عبارة عن ايه جزء يتدفع مع الكيمة الاسمية عشان يعود ايوة مصاريف التأسيس تعالوا معايا عشان نعرف إيه هي مصاريف التأسيس وإيه هي رسوم الإصدار ونخد تعرفهم بعد كده نقضي القيود عشان نحفظ يلا مع بعضين مصاريف التأسيس ورسوم الإصدار إيه هي بقى مصاريف التأسيس أيوة هي المصاريف التي ينفقها مين خلي بالكم اللي بينفقها مين المؤسسين عند تأسيس الشركة مثل دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية اللازمة للمشروع وتكاليف الخدمات والاستشارات القانونية والمحاسبية ومصاريف طبع شهادات الأسهم يبقى دي اسمها مصاريف التأسيس في حاجة اسمها رسوم الإصدار عبارة عن إيه بقى مبلغ يزيد على القيمة الإسمية لمقابلة مصاريف التأسيس خلي بالكم رسوم الإصدار دي هتدفع من مين من مين من مصاريف من المؤسسين والمكتتبين من المؤسسين والإيه والمكتتبين تعالوا نعرف الثلاث قيود ونحفظهم مع بعضين أولاد الكود بتوع مصاريف التأسيس هقول من مصاريف التأسيس للبنك من مصاريف التأسيس للبنك ده اسمه قد السادات من رسوم الإصدار لمصاريف التأسيس يبقى ده قد الإكفال من ملخص الدخل أرباح وخسائل لمصاريف التأسيس قد الاستهلاك يبقى أنا عندي كام قد يا أولاد تلات قيود نقولهم تاني مع بعضين أكده عشان نحفظهم من مصاريف التأسيس للبنك من مصاريف التأسيس للبنك قد السادات من مصاريف التأسيس للبنك برافو عليكم انا شايف طلبة بتكتب ورايا من مصاريف التأسيس للبنك القيد التاني من رسوم الاصدار لمصاريف التأسيس من رسوم الاصدار لمصاريف التأسيس قيد الاقفال اخر حاجة بقى من ملخص الدخل ارباح وخسائل لمصاريف التأسيس من ارباح وخسائل لمصاريف ايوة التأسيس يبقى قام قيد تلاتة تلات قيود لمصاريف التأسيس هيجوا امتى في التمرين يا مستر ايمن هيجوا في التمرين يا ولد في آخر المسألة يبقى مصاريف التأسيس ليها تلات قيود وهناخد أثناء الحلقة ممكن يبقى لها تنين بس وممكن يبقى لها قيد واحد لو هو قال لي على حاجات كده في المسألة بس أساسي نبقى فاهمين التلات قيود هقولهم تاني وأنا سامع الشباب الممتاز بيقول معايا أول قيد من مصاريف التأسيس للبنك قيد التاني أيوة من رسوم الإصدار لمصاريف التأسيس برافو عليك أيوة من ملخص الدخل أرباح وخسائل لمصاريف التأسيس فيه بنات ممتازة كمان يبقى كام قيد لمصاريف التأسيس تلاتة طب ورسوم الإصدار يا مستر أيمن ليها كام قيد ليها جزء صغير بس يا أولاد مع قصة الاجتتاب ليها جزء صغير مع قصة الايه الاجتتاب تعالوا نشوف تمرين مع بعضين أولاد نطلع منه المعطيات بتاعتنا وبعد كده نحل مع بعضين بيقول لي ايه يلا ورائدكم وقلمكم كشكولكم الألة الحسبة اكتب ورايا تطلع ممتاز من الحلقة تأسست شركة مساهمة برأس مال قدره أربعة مليون جنيه يعني رأس المال كام يا أولاد أربعة مليون مقسم إلى أسهم القيمة الاسمية خمسين جنيه يضاف إليها أربعة جنيه رسوم إصدار عن كل سهم وترحت الأسهم للاكتتاب العام يعني خدوها مين برافو المكتتبين برافو قال لي ترحت للاكتتاب العام يبقى المكتتبين على أن تسدد على أقصاد كما يلي أربعة وعشرين جنيه قسط اكتتاب آه كان القسط أصلا المفروض يبقى بأربعة بأربعة عشرين يا أولاد عشان فيه زيادة كمان أربعة جنيه اسمها رسوم إصدار وعشرة جنيه قسط تخصيص وعشرين جنيه قسط أول وأخير تم الاكتتاب في الأسهم المصدرة بالكامل وسددت جميع الأقصاد في مواعدها تعالوا بقى للحتة الجديدة بتاعت النهار ده بقى بلغت مصاريف التأسيس بلغت أربعمائة ألف جنيه سددها للمؤسسين بشيك وتقرر استهلاك على كم سنة يا مستر أيمن أربع سنوات تيجي نلخص المسألة مع بعضين أولاد ناخد حاجة 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 من على الشاشة رأس المال كام رأس المال أيوة معايا أنا شايفكم مركزين معايا أربعة مليون يبقى رأس المال كام يا مستر أيمن أربعة مليون جنيه طيب القيمة الإسمية خمسين جنيه ومديني مش مديني عدد الأسهم آيب عدد الأسهم مجهول يا مستر أيمن طيب احنا عارفين هنجيبه إزاي مديني حاجة جديدة اسمها رسوم الإصدار قال لي كام جنيه رسوم الإصدار أربعة جنيه طيب الخمسين جنيه بتاعت قيمة الإسمية قسمها بقى أولاد قسمها لإيه أربعة وعشرين جنيه قسط اللي اكتتاب عشرين القسط وأربعة الرسوم عشان كنفيه أربعة جنيه رسوم وقسط التخصيص عشرة وقسط أول وأخير بقى ده تخصيص وقسط أول وأخير بكام بعشرين حلو كده أنا عندي رأس المال والقيمة الإسمية هنطلع يا مستر أيمن عدد الأسهم فاكرين أنتوا يا أولاد عدد الأسهم بيساوي إيه برافو عليكم الناس اللي صحية معايا من أول الحلقة هو رأس المال على القيمة الإسمية يا مستر أيمن حلو رأس المال كام أربعة مليون القيمة الإسمية خمسين جنيه هيطلعوا تمانين ألف سهم يبقى عدد الأسهم طلع عندي كام يا مستر تمانين ألف هو ما جابش سيرة مؤسسين يا أولاد يبقى هندي التمانين ألف للمكتتبين ده المصدر ما جابش زيادة يبقى هم المكتتب فيه تمانين عشان كده ما فيش ايه زيادة طيب هل يا مستر أيمن فيه مصاريف تأسيس قال لي آه فيه مصاريف تأسيس كان مدهالي كام في المسألة أربعمائة ألف طيب فيه رسوم إصدار آه يا أولاد إيه رسوم الإصدار بقى مش فيه رسوم أربعة جنيه هتربع في عدد الأسهم عدد الأسهم اللي هو كام تمانين يبقى تمانين ألف فيه أربعة يطلع بطلتمية وعشرين ألف طيب الخطوة اللي بعد كده يا أولاد هجيب إيه هجيب استهلاكها إيه استهلاكها ده مستر أيمن اللي هو الاستهلاك اللي هو اللي يتحط في أرباح وخسار ملخص الده بيقول لي إيه يعرفوا القانون ده كويس هاخد مصاريف التأسيس ناقص رسوم الإصدار على عدد السنين يعني نقوله أربعمائة ألف ناقص تلتميتة وعشرين ألف على عدد السنين كان قال لي كام أربعة وطلع عشرين ألف جنيه معلش هعملها تاني بعد إذنكم علشان تبقى قدامكم بالزبط أهو يا أولاد هو فيه مصاريف تأسيس ولا ما فيش قال لي آه فيه مصاريف تأسيس أربعمائة ألف جنيه طيب بجيب أنا رسوم الإصدار إزاي رسوم الإصدار بضرب عدد الأسهم في قيمة الرسوم عدد الأسهم يا مستر أيمن ثمانين ألف والرسوم كانت أربعة جنيه يبقى طلعوا كام تلتمية وعشرين ألف طيب أجيب استهلاك مصاريف التأسيس إيه هي استهلاكها ده اللي هو بتحط في ملخص الدخل اللي بتحط في أرباح وخسايا القانون بيتاحها بيساوي إيه تعالي أقول القانون بتاحها بجيب مصاريف التأسيس ناقص رسوم الإصدار على عدد السنوات سمع ولد شاطر بيقول لي إيه طب يفرض يا مستر أيمن ما أعطنيش عدد السنوات مش هنعمل القط بتاع التالت ده أولاد طيب بكم بقى رسوم مصاريف التأسيس أهي أولاد مصاريف التأسيس أربعمائة ألف ناقص تلتمائة وعشرين ألف على عدد السنين هو قال لي كم سنة أربع سنين يبقى تمانين ألف على الأربعة يبقى اللي هيتحط في أرباح وخساير عشرين ألف جنيه يبقى أنا جبت إيه عشان النهار ده القانون ده مهم بجيب حاجة اسمها استهلاك مصاريف التأسيس بجيب إيه يا مستر أيمن بجيب مصاريف التأسيس ناقص رسوم الإصدار على عدد السنوات عدد الإيه السنوات فين مصاريف التأسيس كان مده لي ربعمائة ألف فين يا مستر أيمن رسوم الإصدار اللي أنا جبتها يا أولاد اللي هيت تمانين ألف في أربعة بتطلع بتلتمائة وعشرين ألف طب فين عدد السنين كان مده لي أربعة بتطلع عشرين ألف حلو خالص. تعالوا نعمل بقى القيود من اول القيود اللي عندي خالص يا ولاد. اول قيود عندي انقولها مع بعضين. طبعا مافيش مؤسسين في المسألة. يبقى نبتدي بمين? بقسط الاكتتاب? لمين للمكتتبين? طب معايا على الشاشة كده بعد اذنك. يبقى كده احنا هنعمل كام كود. قسط الاكتتاب هنعمل له قد Ancient? خلي بالكم معايا. يبقى قسط الاكتتاب هنعمل له ايه قد Ancient? يبقى قول ايه? من البنك لقسط الاجتتاب. القد التاني بقى ركزوا معها شوي. انا كنت بقول من قسط الاجتتاب الى حسب رأس المال. طب احنا في قسط الاجتتاب زودنا رسوم اصدار. يبقى القد هيتغير بقى. يبقى قول من قسط الاجتتاب الى مزكورين. من قسط الاجتتاب الى ايه مزكورين? ايه هما المزكورين? رأس المال وهيزيد عليه النهاردة بيسوم الاصدار. يبقى قول من ايه تاني? من قسط الاجتتاب الى مزكورين. رأس المال ورسوم الاصدار مفيش قد رد الزيادة اعمل قسط التخصيص عادي وقسط اول واخير عادي واجيب التلات قيود الجداد اللي هما ايه هسمحهم كده انا سمعكم برافو من مصاريف التأسيس للبنك ايوه القد التاني من رسوم الاصدار لمصاريف التأسيس في عدد سنين ولا مفيش فيه بقى نعمل التالت من ارباح وخسائر ملخص الدخل لمصاريف التأسيس من ملخص الدخل لرباح وخسائر لمصاريف التأسيس يبقى هنزود قم قيد تلاتة يبقى هنعمل قم قيد دلوقتي اتنين للاكتتاب بس عشان مفيش لمؤسسين ولا رد زيادة وقسط التخصيص اتنين وقسط اول واخير اتنين بقى وست قيود وتلات قيود جداد ايوه لمصاريف التأسيس يلا نبتدي مع بعضينا بقى اولاد يبقى هنعمل قسط الاكتتاب مع بعضينا نقول ايه من حساب من حساب ايه يا مستر ايوه برافو عليك انت النهاردة ممتاز من حساب البنك الى حساب قسط الاكتتاب هقول اكتتاب في عدد الاسهم كان كام اجيب لك وهو عدد الاسهم كان تمانين الف وقسط الاكتتاب كان بكام باربعة وعشرين جنيه ايوه يبقى انا هقول ايه بقى من حساب البنك الى حساب قسط الاكتتاب اكتتاب تمانين الف في 24 جنيه هنعمل على الالة يا ولاية هتطلع مليون 920 الف جنيه طيب ولما بسطر بسطر ايه برافو عليك وبسطر البيان بس يا مستر يلا القد اللي بعديه من حساب قسط الاكتتاب احنا كنا بنقول يا ولاية الى حساب المرة دي هقول الى مزكورين يا مستر ايمن ليه قلت الى مزكورين عشان في حاجتين ايه هم ايوة رأس المال وكمان معهم حاجة جديدة النهار ده اسمها رسوم الاصدار واقول اصدار 8024 بس اركزوا معايا بقى هضرب هنا كام هضرب هنا التمانين الف في كام وهنا التمانين الف في كام يلا انا سمعكم ممتازة ممتازة يا مريم عشان مركزة معايا تمانين الف في كام في عشرين والرسوم بكام باربعة طب ما ضربناش كلهم في الاربعة وعشرين ليه هاخد اولاد الاربعة الوحدية والاربعة الوحدية يبقى انا اضرب تمانين الف في عشرين بمليون وستمائة الف ودي تلتمية وعشرين الف اجمع الاتنين او اضرب التمانين الف في اربعة وعشرين يطلع مليون تسعمية وعشرين الف معايا كده في القدة تانية انا قلت من البنك لقسط الاجتتاب القدة اللي بعدي قلت من قسط الاجتتاب الى مصورين ايه هما يا مستر ايمن رأس المال ورسوم الاصدار خلي بالكم دي الجديدة بتاعة النهاردة يبقى بدل ما بقول رسوم الاصدار بس بقول الى مصورين رأس المال ورسوم الايه الاصدار يلا نكمل مع بعضين هنعمل قسط التخصيص يبقى كده عملنا قسطين لو قسط الاجتتاب عملتله قدين اقوله تاني معاكم يلا من البنك القسط الاجتتاب قد التاني من قسط الاجتتاب لرأس المال ولا الى مصورين الى مصورين عشان فيه رسوم الايه الاصدار يبقى من قسط الاجتتاب الى مصورين رأس المال ورسوم الايه الاصدار يلا نعمل قسط التخصيص هنعملو قم قد يا مستر ايمن قدين ايوا برافو عليكم من قسط التخصيص لرأس المال هطلب يا ولاد كل الاسهم خمسين الف في عشر بخمسمائة الف يبقى انا قلت من قسط التخصيص لرأس الايه المال هنعمل قد تاني لقسط التخصيص يبقى من حساب البنك الى حساب قسط التخصيص هقول ايه تحصيل خمسين الف في عشر بخمسمائة الف هنعمل بعد كده قسط اول وايه واخير يبقى من حساب قسط اول واخير الى حساب رأس المال هعمل ايه طلب طلب كم يا مستر ايمان برضو خمسين الف قسط اول واخير كان بكم يا شباب بعشر جنيه بقى مليون جنيه يبقى انا عملت لقسط ايه اول واخير بعد كده هقول من البنك ايوه لقسط اول واخير برافو تحصيل خمسين الف في كم يا مستر ايمان في عشرين نجيبها كده عشان نشوفها مع بعضنا يبقى مليون جنيه طيب التلات كيود بتوع النهاردة يلا اللي هيقولهم معايا يبقى قاعد ممتاز يلا يا اولاد هنعمل تلات كيود لمصاريف التأسيس ايوه من حساب مصاريف التأسيس الى حساب الايه البنك من مصاريف التأسيس للبنك واقول ايه سداد مصاريف التأسيس اجيب رقمها منين هو من الدهل يا شباب اربعمائة الف يبقى من مصاريف التأسيس للبنك جبت منين ده موجود بالتمرين طب الكود التاني هقول ايه هقول من رسوم الاصدار الى حساب مصاريف التأسيس اسمه اقفال مصاريف رسوم الاصدار في مصاريف التأسيس اجيب مبلغه ازاي شما كانوا عدد الاسهم تمانين الف وكانت الرسوم بكام يا ولاد باربعة يطلعوا كام يا مستر ايمن تلتمية وعشرين الف جنيه القد اللي بعديه بقى يا ولاد يبقى انا قلت من مصاريف التأسيس لمين للبنك ومن رسوم الاصدار لمصاريف الايه التأسيس اخر قد بقى من ملخص الدخل ايه هو ملخص الدخل يا مستر ايمن ده اللي هو ارباح وخسائر ايه لحساب ايه بقى ايه لحساب مصاريف التأسيس يلا الانسة الشطرة او الشاب اللي كويس اللي مذاكر معايا يقول لي اجيب المبلغ ازاي ايوة هقوله اربعمائة الف ناقص التلتمية وعشرين الف يطلع رقم اللي هو التمانين الف اقسمه على عدد السنوات اعمل للكو تاني احنا عملناها في التمانين بس نقول تاني يبقى اربعمائة الف ناقص تلتمية وعشرين الف هتساوي تمانين الف اقسمه على عدد السنين اللي هم اربعة يطلعوا كم يا مستر ايمن عشرين الف اروح حاطط العشرين الف هنا على طول يا ولاد وعشرين الف هنا واقول استهلاك مصاريف التأسيس يبقى مصاريف التأسيس عملتلها كم قيد ايوة نرجحهم مع بعضين قبل ما نخش على مسألة تانية يبقى مصاريف التأسيس يا مستر ايمن عملتلها كم قيد تالت قيد يلا نقولهم مع بعضين من مصارف التأسيس للبنك من مصارف التأسيس للبنك ايوة من رسوم الاصدار لمصارف التأسيس اخر قيد من ارباح وخسائر ملخص الدخل لمصارف التأسيس يبقى انا مصارف التأسيس عملت لها كم قيد? تلات قيود يا مستر ايمان تيجي نعمل تمرين تاني يا ولاد نحلو مع بعضينا يلا مع بعضينا نجيب الشاشة كده بيقول ايه بقى في الشاشة بيقول شركة مساهم هنعمل مع بعضينا مسألة تانية يا ولاد شركة مساهمة زودة رأس ملها بمبلغ اتنين مليون جنيه مقسم الى خمسين الف ساهم هنجيب الشاشة مع بعضينا يا ولاد عشان نكتب المسألة شركة مساهمة زيادة رأس ملها مقسم الى زيادة رأس ملها بمبلغ كامل اتنين مليون جنيه مقسم الى خمسين الف ساهم القيمة الاسمية كام اربعين جنيه يعني هو كده مديني رأس مل اتنين مليون جنيه ومديني عدد الاسهم خمسين الف ساهم والقيمة الاسمية كام اربعين جنيه يضاف اليها خمسة جنيه رسوم اصدار يبقى في خمسة جنيه رسوم اصدار قال لي كام جنيه قسط الاكتتاب عشرين جنيه قسط الاكتتاب شامل للرسوم يعني القسط كان بكام يا شباب والرسوم بكام هي الرسوم خمسة يبقى خمسة من عشرين يبقى قسط الكتاب كان بخمستاشر وخمستاشر القسط تخصيص وعشرة قسط أول وأخير يبقى كمه الاسمية كاتة ربعين جنيه وفي خمسة يبقى خمسة واربعين المجمع الأقصى تبقى خمسة واربعين فإذا علمت أن تم الاكتتاب فيه مية وعشرين في المية من الأسهم ووزعت الأسهم بالتناسب وردت الزيادة لأصحابها طربت الأقصات وسددت في مواعدها بلغت مصاريف التأسيس 450 ألف جنيه سددتها للمؤسسين بشيك وتقرر استهلاك على كم سنة على أربع سنة تعالوا أولاد نعمل مع بعضينا المسألة نكتب مع بعضينا أهمن على الشاشة رأس المال كام يا مستر أيمن رأس المال اتنين مليون جنيه أنا عايزكم أولاد تكتبوا وراي شايف شباب ممتازين بيكتبوا وراي كده القيمة الإسمية كام قال لي القيمة الإسمية أربعين جنيه ومش مديني عدد الأسهم وأنتوا طبعا بقيتوا شاطرين في خطوات دي مديني رسوم الاصدار مدهالي المرة دي خمسة جنيه حلو خالص قسم الاربعين يا أولاد عشرين قسط الاجتاء يبقى العشرين دي كانت كام وكام كانت خمستاشر وفي معاهم كمان زيادة النهاردة خمسة جنيه رسوم وخمستاشر قسط تخصيص وعشر قسط أول وأخير طيب كده يا أولاد أنا عايز عدد الأسهم عدد الأسهم هيساوي رأس المال اللي هو كام اتنين مليون جنيه على القيمة الإسمية أربعين هعمل على قلة تطلع خمسين ألف سهم حلو خالص إبقى أنا أسمت عدد الأسهم اللي هو الاتنين مليون على الاربعين تلعه وخمسين ألف قدي كام يا مستر أيمن للمؤسسين ما جابش سيرة مؤسسين يا أولاد قال لي ترحط للاكتتاب العين طيب وأنا في المكتتبين اتفقنا بنعمل ثلاث حاجات مصدر هتدي له صاد مكتتب فيه هتدي له كاف هنترحهم من بعض هنديهم الزياد طيب يا مستر أيمن خمسين دولا ما اخدوش حاجة يبقى هم هم الخمسين طيب ليه حطتهم عند المصدر عشان ده المفروض ياخدوه يا أولاد هم اكتتبوا بنسبة كام مية وعشرين في المية بقى نضرب خمسين ألف في مية وعشرين على مية تطلع كام يا مستر أيمن ستين ألف سهف كده يبقى فيه زيادة ولا ما فيه زيادة أكيد فيه زيادة هم المفروض ياخدو خمسين خدو كام ستين اطرح يبقى الزيادة عشر تلاف سهف ردت ولا حجزت يا مستر أيمن ردت يبقى نعمل قدر رد طيب هل فيه مستر أيمن في المسألة مصاريف تأسيس تعالي نرجع للشاشة كده أولاد الشاشة بيقول لي إيه بلغت مصاريف التأسيس أربعمية وخمسين ألف جنيب شيك للمؤسسين أيوة اللي هو السطرين الأخرين وتقرر استهلاك على أربع سنين يبقى فيه مصاريف تأسيس بكام باربعمية وخمسين ألف هتدفع للمؤسسين يبقى ليها تلات قيوت وتقرر استهلاك على كام سنة أربع سنين طيب هنجيبها ازاي بقى يا مستر أيمن هنكتب كده أولاد مصاريف التأسيس هو من دهالي أربعمية وخمسين ألف طيب حد يعرف يجيب رسوم الإصدار أيوة برافو عليك هتضرب عدد الأسهم في قيمة الرسوم عدد الأسهم كام يا مستر أيمن خمسين ألف وقيمة الرسوم كام خمسة جنيه يبقى نضرب إيه في إيه هنضرب عدد الأسهم اللي هما خمسين ألف في خمسة هيساوي ميتين وخمسين ألف جنيه طيب فاكرين قانون استهلاك مصاريف التأسيس اللي هو بيتحط فارباحه خسائر ملخص الدخل أيوة نفتكره مع بعضينا لسه واخدينه أول الحلقة هنجيب إيه ناقص إيه هنجيب مصاريف التأسيس ناقص رسوم الإصدار على عدد السنوات يبقى أنا أسمت مصاريف التأسيس بعد ما طرحت منها رسوم الإصدار على عدد السنين تعطى بقوا الكلام ده معايا ولا تفر المسألة رسوم التأسيس كام أربعمائة وخمسين ألف برافو عليكم ورسوم الإصدار أنا جبتها هي هي هكتبها بنفس الألم مئتين وخمسين ألف هقسم على عدد السنوات كان مدهلي في القطع كام سنة أربع سنين برافو عليكم طب هي بتبقى كام سنة قال لي مصاريف التأسيس بتستهلك من ثلاثة إلى خمسين ألف باربعمائة وخمسين ألف ناقص مئتين وخمسين ألف غطت الاربعة يبقى مصاريف التأسيس لها كام خمسين ألف جنيه مصاريف التأسيس لها كام قد يا مستر أيمن ثلاثة قيود طيب يبقى نعد مع بعضينا كده أولاد القيود اللي هنعملها ونقولهم قبل ما نكتبهم عشان نعرفكم شاطرين يبقى قيود أيوة القيود بتاعة المسألة هنعمل قدين لقصة الاجتتاب قدين لقصة الايه الاجتتاب وقد رد الزيادة ونعمل القدين بتوع قصة التخصيص برافو عليكم ونعمل قدين بتوع القصة الأول والأخير والحمد لله ما حدش اتأخر ونعمل التلات قيود بتوع مصاريف الايه التأسيس يبقى نعمل قدين لقصة الاجتتاب من البنك القصة الاجتتاب القد التاني وخلي بالنا من النهاردة بتدى يزيد حتة صغيرة يبقى بيش هقول من قصة الاجتتاب لرأس المال لا هنقول من قصة الاجتتاب إلى مذكورين ايه هما المذكورين رأس المال ورسوم الاصدار رأس المال وايه ورسوم الاصدار طب ليه مستر ايمان عشان هو جاب لي رسوم اصداره تعود مصاريف التأسيس ارد الزيادة لما ارد ارد ايه بقى اقول من قصة الاجتتاب للبنك وارد بالكل بنفس قمة القصة واعمل قصة التخصيص قدين وقصة اول واخير قدين ونعمل التلات قيود بتوع النهاردة اللي هما ايه ممتاز 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 احمد ممتاز يبقى اقول ايه بقى من مصاريف التأسيس للبنك من رسوم الاصدار لمصاريف التأسيس من ارباح وخسائر لمصاريف التأسيس ممتاز تيجي نحل بقى مع بعضينا واحدة واحدة المسألة يلا وليت هنسطر جدولنا تفتر اليومية بتاعنا اللي احنا تعودنا عليه من سنة اولى برافو عليكم نعمل مع بعضينا بقى هنعمل القيود اول قيد يبقى هنكتب القيود مع بعضين هنقول من حساب ايه برافو 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 انتو ممتازين البنك لقصة الاكتتاب هقول الاكتتاب في معلش هرجعلكو بقى البيانات هناخد يا مستر ايمن الخمسين ولا الستين ولا العشرة اكتتاب برافو هناخد الستين طب والاصدار هناخد الخمسين والزيادة ناخد الايه العشرة يبقى بنبتدي بالرقم الكبير فاكرين كنت بقول لكم ايه اولاد بقول لكم ايه اخوكم الكبير يبقى تمال بنبتدي بالكبير شمعنا بنبتدي بالكبير عشان الكبير دوت هو اللي بيكبرنا يبقى بنبتدي بالاكتتاب بذا في المكتتبين بنبتدي بالرقم الكبير اكتتاب فيه كام ستين الف فيه قصة الاكتتاب بكام يا مستر ايمن بعشرين يبقى ستين الف في عشرين يبقوا بمليون ومئتين الف يلا نعمل مع بعضين نقد اللي بعدين يبقى انا قلت من البنك القسط الاكتتاب بنكتب اه برافو عليكم هنقول من البنك لقسط الاكتتاب وقلنا ستين الف في كام في عشرين بعد كده هنقول ايوة من حساب ايه مستر ايمن قسط الاكتتاب الى مزكورين هم المزكورين برافو رأس المال واعمل لكم التاني بلون مختلف كده رسوم الاصدار هنضرب بقى المصدر اللي هو خمسين الف اضرب هنا في كام اولاية وهنا في كام هي القيمة الاسمية بتاعة قسط الكتاب الجزء بتاعة قسط الكتاب بعشرين بس هنا لما نضرب هي الرسوم بخمسة يبقى نضرب هنا في خمسة بربو عليكم وهنا نضرب في الخمسة عشر يبقى هنا بسبعمية وخمسين الف وهنا بامتين وخمسين الف وارجع اقول اصدار خمسين الف في عشرين اللي هما مجموعة دولة اللي يطلع مليون جيل حلو نعمل مع بعضينا قيد رد الزيادة يلا مع بعضينا قيد رد الزيادة من قسط الاكتتاب الى حساب البنك رد الزيادة برافو عشر تلاف في كام يا مستر ايمن في العشرين كلها ولات زي ما خدت منهم في قسط الكتتاب ارد في عشرين يبقى بكام بامتين الف جنيه يبقى انا عملت قيود قسط الكتتاب هنعمل قيود قسط التخصيص يلا برافو عليكم هنعمل كام كد لقسط التخصيص يا مستر ايمن هنعمل كدين من حساب قسط التخصيص الى حساب رأس المال طلب هشتغل عكام خمسين الف في قام قسط التخصيص يا ولات كام بخمستاشر سبعمائة وخمسين الف القد اللي بعدين من البنك الى حساب قسط التخصيص تحصيل كام يا مستر ايمن خمسين الف في كام في خمستاشر يطلع بسبعمائة وخمسين الف هنعمل قسط اول واخير من حساب قسط اول واخير الى حساب رأس المال طلب القسط الاول والاخير خمسين الف في كام يا مستر ايمن في عشرة عملها بكام بخمسمائة الف فاضل قد لقسط الاخير وفاضل يا ولات الثلاث قيود البتوع الحلقة بتاعته النهارده يلا مع بعضينا هنسدد قسط اول واخير يبقى اول من حساب البنك الى حساب قسط اول واخير تحصيل في حد اتأخر لا شكرا يبقى خمسين الف فعشر ان شاء الله في الحلقة الجاية هناخد برضو التأخير فيبقى خلي بالكم عشان لو حد اتأخر مع رسوم الاصدار ينفع ويجوا مع بعض طبعا يا ولد خمسمائة الف تعالوا بقى لمصاريف التأسيس لها كام قيد يا مستر ايمن لها تلات قيود يلا اللي هيقولهم ليهدية معايا اخر البرنامج هنعمل كام قيد تلات يلا من مصاريف التأسيس الى حساب البنك وده اسمها ايه سداد مصاريف التأسيس اه فاكرين مصاريف التأسيس كانت بكام كانت بربعمائة وخمسين الف يبقى القيد الاولان يتحط هنا الربعمائة وخمسين الف جبتها منين الربعمائة وخمسين الف هو كتبها قال لي مصاريف التأسيس ربعمائة وخمسين الف القيد التاني بقى اولاد هقول ايه من رسوم الاصدار الى حساب مصاريف التأسيس فكنين كانوا خمسين الف في خمسة يبقى دي اسموها الاقفال خمسين الف في خمسة طلعوا مئتين وخمسين الف طيب القدل الاخير بقى هقول ايه بقى ايوة من ملخص الدخل ايه هو ملخص الدخل ده يا مستر ايمان اللي هو ممكن يتحط في ارباحه ايه وخسائر الى حساب مصاريف التأسيس اجيب ايه اولاد زي ما جبناها قبل كده اللي هم الاربعمائة وخمسين الف ناقص المتين وخمسين على الاربعة ايه هي الاربعمائة وخمسين اللي هي مصاريف التأسيس ايه هي المتين وخمسين اللي هي رسوم الاصدار ايه هي الاربعة دي اللي هي عدد السنين يطلعوا كم يا مستر ايمان يطلعوا خمسين الف جنيه طيب لحظوا معايا بقى اقولكم حاجة افرض ما عطنيش عدد سنين ما عملش القده يا ولد ما عملش ده اقول من مصاريف التأسيس للبنك ومن رسوم الاصدار لمصارف التأسيس ما هو ما عطانيش عدد سنين يبقى مش اقسل طيب افرض يا مستر ايمان عطاني رسوم وما عطانيش مصاريف اعمل القده بس من رسوم الاصدار لمصارف التأسيس يبقى خلي بالكم بقى ممكن مصاريف التأسيس يبقى لها التلات قيود لو جي مصاريف تأسيس ورسوم اصدار ايوة وايه تاني ويه عدد سنين طيب لو مجاش ده كله يا مستر ايمان جه مصاريف التأسيس ورسوم اعمل قام قيد قال لي تعمل تعمل قدين بس اهو قال لي التلات قودة هم تانية ولد قلنا ايه بقى من مصاريف التأسيس للبنك من مصاريف التأسيس للايه للبنك القد اللي بعديه من مصاريف التأسيس قلنا من مصاريف التأسيس للبنك وبل الاربعمائة وخمسين الف القد اللي بعديه قلت ايه بقى من رسوم الاصدار لمصاريف التأسيس اقفال رسوم الاصدار اخ القد قلت من ارباحه خسائل لمصاريف الايه التأسيس بالكام ايوة على الاربع سنين طلعه خمسين الف جنيه حلو خالص دي تمرين تاني يا ولاد انا هتده لكم وعمل لكم الاساسيات بتاعته ولو ما فاتش وقت الحلقة اوعيدكم هحلوا في الحلقة الجاية هديكم التمرين واوعيدكم في الحلقة الجاية ان انا حلوا بس انتم خدوه واجب ابعتولي اجابته على صفحة البرنامج علشان تتدربوا اكتر او خدوا التمرين مع مدرسينكم في المدرسة قلو كان في حلقة التلفزيون التمرين دوت وانا حليته ايه رأي حضرتك اجابته صحة ولا لا هيقولك برافو ويشجعك علشان انت بتسمع برامج تعليمية وبتستفاد وانت قاعد في البيت يلا ياولاد بقى المسألة نكتبها من على الشاشة او نصورها ونقعد نحلها مع بعضين يلا ياولاد بيقول لي ايه بقى تأسست شركة مساهمة يبقى على الشاشة معي تأسست شركة مساهمة برأس مال قدره 6 مليون جنيه يبقى رأس المال كام 6 مليون جنيه القيمة الاسمية 30 يبقى رأس المال 6 مليون والقيمة الاسمية 30 يبقى مش مديني عدد الاسهم هتقسم 6 مليون على الـ 30 يطلعوا 200 ألف سهم بيقول لي ايه بقى خلي بالكم من الحتة دي عشان في نسبة تطلق بط اكتتب المؤسسين والجمهور في الاسهم بالتساوي يعني ايه يعني خدت عدد الاسهم عطيت نصه للمؤسسين ونصه للمين للجمهور يبقى هما 6 مليون على الـ 30 هيطلعوا 200 ألف ما قال ليش بقى نسبة كام وكام قال لي اكتتب المؤسسين والجمهور مين هما الجمهور اللي هما المكتتبين اللي هما المساهمين بالتساوي يبقى دا ياخدوا 100 ودولا ياخدوا 100 فيه رسوم اصدار نرجع للمسألة بقى على ان يضاف اليها 2 جنيه رسوم اصدار يبقى فيه في المسألة رسوم اصدار كام 2 جنيه قسمهم بقى قال لي ايه بقى 12 جنيه قسط اللي اكتتاب شامل رسوم الاصدار يبقى القسط كان بعشرة يا ولاده فيه رسوم كام اتنين جنيه وخمستاشر جنيه قسط التخصيص وخمسة جنيه قسط اول وايه واخير نيجي بقى للجزء ده تم الاكتتاف في الاسهم ما قاليش في زيادة سددت جميع الاقصاط وسددت في مواعده فاذا علمت ان مصاريف التأسيس بلغت خمسمائة الف جنيه وسددت للمؤسسين بشيق وتقرر استهلاكها على كم سنة على اربع سنين كتبتوا التمرين ولا نكتبوا مع بعضنا طيب نكتبوا بسرعة خالص كده رأس المال كم رأس المال ستة مليون القيمة الاسمية تلاتين ما عنديش عدد الاسوط طيب قال للمؤسسين والمكتبين بالتساوي يبقى ده النص وده النص خمسين في المال وخمسين في المال حلو خالص قال لتناشر جنيه قسط الاجتتاب طب القسط كان بكام بعشرة عشان فيه رسوم اتنين جنيه دي رسوم وخمستاشر قسط تخصيص وخمسة جنيه قسط اول واخير وفيه مصاريف تأسيس بكم يا مستر ايمان بخمسمية الف جنيه وفيه رسوم اصدار ايوا هنضرب عدد الاسوط في الرسوم وتستهلك على كم سنة على عدد السنوات اربعة انا هسيب المسألة قدامك وهي صوروها بسرعة عشان تحلوها وتبعتها لنا على صفحة الببناء طيب احنا خدنا ايه بقى في الحلقة النهار ده اولاد خدنا رسوم الاصدار ومصاريف التأسيس رسوم الاصدار بتيجي مع قسط الاجتتاب طب يمفع تيجي مع التخصيص قال لي لأ لازم مع اول قسطة هجي ازود حاجة على المؤسسين ولا المكتبين ما جيش بقى بعد شهرين تلاتة اقول له لا انا هزود عليك اتنين جنيه يبقى بخوتهم مع انه قسط قسط الاجتتاب يبقى بدل ما اقول من البنك القسط الاجتتاب اقول من قسط الاجتتاب الى مصقرين رأس المال ورسوم الاصدار طب ومصاريف التأسيس لها كان قيد تلاتة وانتو حفظتهم خلاص مع بعضهم وارجاحهم اخر مرة من مصارف التأسيس للبنك من رسوم الاصدار لمصارف التأسيس من ارباح وخسائر لمصارف التأسيس انا بشكركم على انتباهكم طول الحلقة وبشكركم على تركزكم وكتابتكم على التعليقات على الحلقات في الصفحة البرنامج كما بشكر قطاع التعليم الفني سيد رئيس القطاع والإدارة المركزية ورئيس التعليم التجاري والقائمين على القناة اللي بيقدمونا قناة جميلة ان احنا نتعلم واخنا قاعدين في البيت وانذاكر بشكر قطاع التلفزيون السادة المخرجين والمعدين وطاقم القناة كله اللي بيخرج لنا الحلقة بشكل مميز وجميل عشان احنا نذاكر واخنا قاعدين في البيت بشكر حضراتكم لانتباهكم والى ان نلتقي في حلقة قادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة